إذا كنت بين 17 و 40 عام، خليك معي حيث اليوم نقول لك الحقيقة المرة نقول لك دروس اللي مكيقرروناش في المدرسة واللي توليديك مكيعلموهم لكش واللي خاص الناس بحالي هما اللي يقولوهم لك أو اللي غاديتتعلمهم بالطريقة الصعبة يعني الحياة غاديتعلمهم لك بالصفع لك فخليك معي تلخر أول درس هو أن الرومانسية غاديتحطمك لأن الاختيار دير الشريك ديرك في الحياة مهم جدا إما غايزيدك القدام ولا غيردك اللور إلا لاحطة وإلا كنت تتفرج في السجوابات أو الانتربيوز اللي كديرو مع الناس اللي خانزين فلوس الناس اللي ناجحين بزاف الحياة ديالهم بحال أيلون ماسك بحال كنور ماكريغور الميلياردير دي بليونير مني كيثولهم كيقولوهم شنو السر النجاح ديالكم الجواب ديالهم ماشي كيكون آه لاخدماعة ديالي ولا حتش كان فق بكري ولا حتش كان دير شيء لأ الجواب ديالهم كيكون الاختيار ديالشارك ديالهم تيقولوا لهم لولا الشارك ديالنا لولا داك المرأ ديالي ولا داك صاحبتي ماكتش غادي نوصل هادشي اللي وصلت ليه فالشارك ديالك إما غادي يشجعك ولا غادي يحطمك واللي قتك تعرف هي أن الرومانسية ديال العالم الحديث هو واحد الاختراع جديد ديال هوليوود ديال ديزنيلاند كيوريوك داك الراجل غادي تيجريه في الايروبور باش يشد داك المرأ دياله ما تهربش وتخليه ذاك الخيال العلمي ذاك الخرافات شحال هادي الواحد كان كي تجوج ولا كي يدخل في علاقات على حساب الحقائق ولمنطيق شوف الأجداد ديالنا من كي تجمعو كي تجمعو لأن داك الناس بجوج اللي غايتجمع عندهم واحد الهدف موحد واحد الهدف أثماء ماشي غي كي تجمعو على حساب النشوة وعلى حساب المدى القصير لا كيفكرو لانترب فعرف تختار الشريك ديالك بعناية داك رقم جوج هو أن كل شي كدب عليك على ياش كدبوا عليك كدبوا عليك على شنو هو المعنى الحقيقي ديال النجاح لأنه إلا قلتك غير تفكر داك في المعتقدات ديالك وتفكر شنو هو النجاح بالنسب عليك إلا فكرتي بأن النجاح هو أنك تخدم في شركة تشريد دار والطنوبيل وتولد وليدات وتموت فكنت أكد أنك يمكن لك تصدم وفي الغالب الأحيان غايت تصدم لأن رجال قبل منك حاولوا أنهم يطبقوا هذا شيء وتصدموا ذاك الخدمات اللي يسحب لهم غايتجيب لهم السعادة ولو كيكرهوها ذاك المرأة اللي يسحب لهم غايتجوجوها غايتعيشون في السعادة ما بقاوش يعرفوا يتعاملوا معها والعلاقة ديالهم غايت طوكسيك الولاد ديالهم ما عندهمش فلوس كيفية باش أنهم يتعلوا فيهم ويوصلوا لهم دك شي كما يجيب لأنهم داخلين في الكريديات وعندهم الكريديات وبزاف ومسترسيين فكيدخلوا في الدبريسيون لأن النجاح ما عندوش تعريف واحد كل واحد كيفاش كيشوف النجاح كاللي بالنسبة له النجاح هو أنه يبقى صحة جيدة أطول مدة ممكنة كاللي بالنسبة له النجاح هو أنه يموت في الحرب مثلا دفاعا عن البلد دياله ويموت صغير همجي؟ إني كل واحد تعريف دياله النجاح فخسك تعرف شنوه النجاح انتب نسبة لك درس رقم ثلاثة تذكر بشكل نقدي افتخذ القرارات ديالك لأنه خسك تعرف إن كل قرارك تتخدو عندو عواقب هدا هو المشكيل ديال الأغلبية ديال الرجال كيسحاب لهم بإن إيلا هملو صحتهم مدة طويلة إيلا بقاو خدامين واحد الخدمة اللي حملين ما ما حملين هاش مدة طويلة إيلا بقاو كي تصاحبو اللي كي يدوزو علاقات معا اللي جاب الله اللي جات في الطريقتي اللي قبلات علي مرحبا بيها بإنها تي ما غيكونش عندو تحتير في البيع لحياتك من بعد خمس سنين عشر سنين عشرين عام ما تيشوفوش على المدى الطاول ديالما تيقول لك عايشين بدك سير مع الموجة تيقولك أنا غادي مع الموجة الموجة ديالك خسك انت تكريها انت تخلقها شنو هي الموجة اللي بغي تركب عليها الدرس رقم 4 بتعلم تقول لا في واحد العالم تيعلمك تقول غير اه لأن الراجل خلقو الله باش انه يكون قائد باش انه يعطي العوامر باش انه يدوميني يسيطر فغنقولك الخو دعلي خسك تبع باش تعرف وش خسك تكون مطيع في شي حالات ولا لا منين يطلب منك شي واحد شي حاجة حاول تفكر وتشوف وش ذاك الحاجة اللي يطلبها منك مفيدة وش لا لذومة لها ولا ضروري خسها الدار وش غتعاونك في شي حاجة وش غتربح شي حاجة اللي قدرتها ولا غير غتضيع لك الوقت ديالك لأنه إلا كنتي كتعطي اهمية لوقت ديالك كتبالوغيزي لوقت ديالك فارك ما غتقاش غير تبع الناس لقالك شي حاجة غتمشي ديرها الدرس الخامس والآخير هو أنك تعلم تبقى بوحدك لأنه في غالب الأحيان غيخصك تختار بين أنك تنجح وتكون بوحدك أو لا تكون راديء ويكونوا ضغرين بك الناس لأنه في غالب الأحيان إلا تبعتي القاطع وكنت بحل كل شي راك غتكون بحل كل شي ولكن إلا قدرت تصبر على الوحدانية اللي الإحساس دياله ستدوث ستحسب رأسك بوحدك ولكن ستدوث ذلك شي وستحسب رأسك باورفول وقوي من باك إما إلا بقيت مخشي مع القاطع وانترك راديء وكتبرد على رأسك ستقول بحل كل شي كل شي يدير بحلك كل شي يضرب الطاصة ويمشي الريبز كل شي يأخذ ليه دروغ وكتب على رأسك ولكن تشوف أحسن النص خاد نفسك وتبعد على القاطع وتقلس بوحدك وتكتب شنو بغيت دير وتعرف على نفسك مزيان لا تنسى تشترك هذا الفيديو مع أصحابك وتشتركوا في القناة وإذا أريد أن يعاونك لك تصل إلى جسم الأحلام دخل إلى باجة الإنستغرام ومشاهدة www.stockarmy.com هالله